مرحبا بكم هذا الشرح للبوت سوف يتم استعمال بالنسبة للفديو سوف نضغط Start هذا الزبون أول ما يبدو فيه لديك هناك My Status يظهر لك تفاصيل الحساب مثلا رصدك الحالي و كم بطاقة اشتريتها و هناك Get Card فتختار اسم الشركة التي تريدها مثلا كما بها أي شركة يعني إذا تضع قطاقات سوف يخرج بها مثلا امنية امنية عدنا في كارت نضغط على أمنية يكمل التشتري يكمل التحميل مثلا الصورة مثلا الصورة كما يرغب كما يرغب يتضع ماتحة أخرج أو أخرج جمع هذه التي تخرج أمام الزبون تقوم المدينة نضغط تجد أدخل المدينة تساعد و المدينة تقوم بها كما يرغب هذه الصفحة اول زر لديك تحديث البوت وهذا سيحدث معرفات الاعضاء بالبوت يعني اما يصبح 100% كلهم ستحدث المعرفات للجدد يعني مجرد تحديث البوت زين عندك هنا بالنسبة للتعديل الرسالة عندك الرسالة about start مثلا هاي الرسالة اللي تطلع بالstart الشيء ستصير عندك الرسالة بالget card تقدر تعديل عليها و choose card وكلها تقدر تعديل مثل هنا about تقدر تغير في هاي الرسالة تكتب رسالة جديدة وتكتب لك مثلا اي شيء hello مثلا تقدر تدو استأكيد ستتغير من رسالة قديمة الى رسالة جديدة عني ماري تغيرها فانت تقدر تدو استأكيد وتغيرها تقدر تعديل كارت تقدر تختار الكارت اللي راح تعدي عليها مثلا زين تقدر تعديل علي اسم مثلا تسمي زين 1 زين 2 أي شيء او مثلا تغير اسم الكارت تحذف في ابي اضافة فيه جديدة تعديل اسعار تقدر تغير مثلا سعر او اثنين دولار كالسعر 3250 تقدر تعديل عالية مثلا تكتب سعر ثاني مثلا مثلا 3.500 مثلا 3.500 اوكي سوى دون وهذا هو ثانيا نحن نجد ثانيا فانت تقدر سعر سعر ثلاثة لتغير فانت تقدر جبا ذا مع اضافة عضو اضافة عضو اضافة عضو بشكل يدوي اضافة عضو بشكل تلفائي اضافة عضو بشكل يدوي تكتب معرفة للعضو مثلا نحن نكتب هشتاتيو ضفنا دقيقة اسف لازم اضع الرسالة طبعا ها ملفوضة مهمة اها هدفها راح اتحاول تختار اسم الادمين اللي تريده لهذا العضو انا ضعب بس اثنين ادمنية فراح اضعب هاي للادمن يوسف فنجران ندخل اسم او ناخذ هذا اللي جاب العضو وطال الادمين او لا نقدر نقول لها احد احنا نقول لها احد محطة انطانة اسم العضو الحقيقي مثلا نسمي محمد وهم نقدر ضعب السالة انا نطلع المعلومات اسمها محمد الادمين يوسف اللي قال لاحد والمعرف مؤتي هذا الادمين الهاشتاغ فما عنده ايدي السبس هو يمي يترسم ويا راح يحص الادمين ما تريكم يتعاملوا على اساس الادمين نقرد تأكيد فصار تأكيد هس اذا نرجع اه سلاش ادمين عرض الاعضاء اه بالنسبة للعرض اعظم العضو الخاص بيوسف طلع احنا محمد هذا بالاخر اللي انضاف مثلا بالنسبة هذا العضو الادمين تضطي الادمين يطلع لك التفاصيل اكثر شوف هسا هنا طلعت لك التفاصيل هواية هذا الاشتراك كيفية البطاقات البطاقات الارباح هذا الوضع البطاقات تستطيع الاشتراك من الوضع يستطيع العضو هذا الاشتراك ودعم ونحن نضغط الادمين عرض الاعضاء هذا عرض او بواسطة ال . . . فهنا نتلصق ال . . وكي من ان تقدر تصفر الحسابة , تصفر المجموع اي شي تريد تقدر تحدث على السعر الحساب . يعني بدلا لا تصفر تضع في سعر تتقدر التعالي تقدر تحدث على السعر المجموع . طبعا هي النفس الشي مثلا تصفر .ااااآ .لا ما اريد مثلا خليل هنا نصفر فتشي عرض العطاء اهنا هنا مثلا انصفر في الشي معين. اه مثلا انصفر تصفير الحساب. هسا الحساب ايش قد به مئة واربعين الف. اهنا رح نصفر الحساب. اي يكمل. وتصفر الحساب. بعد بيعد بي خيارات اخرى. عرض الاعضاء. بس انا ما يجي شوي يصير فيديو طويل. بس هو هنا نقدر نسوي تحديد على سعر الحساب. مثلا اضيف لثلاثة الاف. مطلوب علي ثلاثة الاف. سوينا تأكيد. رح يصل من صفر صفر الى ثلاثة الاف. اوكي. ويوصل لاشعار انه. هذا بالنسبة للامج. هذا على حساب ثلاثة الاف. والقيمات ثلاثة الاف. اوكي. اه بعد شنو. عندك تحديث عدد الكارتات مثلا تختار اياه الشركة اللي تريد تتعدى عليها مثلا زين. زين ابل خمس دولارات. زين ابل خمس دولارات اشكام واحدة مشتري هنا انا مكتوب. زين ابل خمس دولار مشتري واحدة وعشرين بطاقة. احنا نزيد شوية. صار اثنين وعشرين. زين بعد. ثلاثة وعشرين. دوس تأكيد. على هذا صار. زين. وبعد. اه سوت. هو ما يكتر يشتري من البوت. فاحنا نقول تفعيل عضو صار. رجع. رسيكم يكتر يشتري. هيا بالنسبة للعرض الاعطاء بواسط الادي. وهنا اعطاء العضو خاص. ادمن يوسف يطلع بس الاعطاء الخاص بهذا الادمن. وعندك هنا جميع الاعطاء. جميع الاعطاء راح يدزلك على شكل صورة. بس شوية ويجي. اوكي. هذه دزلنا الصورة. ها هي اعتي. هاي بالنسبة للعرض الى اعطاء اللي يخصي على فضل هذا البوت. في حال اكتر رح يدز السورة ثانية. بس هذا. وبالنسبة ليها بالنسبة للصور. هاي بالنسبة الجميع اللي اعطاء. ما هو بعد. بس شنو برجوع. صفحة الآن بالنسبة لهذه الصور اللي ادي ازين كلهن سأكون الصور العضاء الموجودين هذه بالنسبة لجميع العضاء بالنسبة لإضافة عضو الشغلة لغة ما كمناها إضافة عضو بشكل تلقائي اريد رسالة من العضو الى اهنانه اذا كان خطأ انت تضيفها بشكل يدوي فهذا نجيب فتصورة دقيقة نوقف الفيديو اوكي انا استجبت الصورة من فتد عضو من شخص يعني هو تتواصل به عدلي وهو عبد فهذا سأحدثها شوف هو تعرف على العضو اسمه والآدي موت فستخدر الاسم الادمين اللي تتربط به مثلا عدم العبود لا احد اسم العضو الحقيقي مثلا انت مترد عبود يطلع بالهذا فتكتب عبود مثلا تصغط الشي تغيى عنده فلا انت متأكد تأكيد لا يضيفها فقط توقع يعني هو موجودة جي واحد فما راح يقدر يضيف الي اكوي جي مع اضافة نسخة طبع تمام بالنسبة لهذا اضافة عضو الطريقتين بالنسبة للتعديل لسائد الشرحناه وبالنسبة للأضافة الرصيد اضافة الرصيد مجرد ما تضبط على اضافة الرصيد تضضع شوية تظهر لك هاي القائمة تختارها مثلا يا شركة ري تطيف الرصيد هاي عندك الفاءات الموجودة فمع بايلة نعرك كنت يعني اتشغر الريض يجب انت اضافة الرصيد تحمل الوbs 7 على الصورة مثلا هاي الصورة اوكي تقدر تقوم بسايف الحفظة الصور تتأكد من الصور نفسين اللي رفعتين تأكيد وهذا هو اضافة كارد جديد تعديل كارد من انا قلنا على الشغلة انه تقدر تعديل فائه تعديل اسعار اضافة فائه جديد مثلا اذا تريد فائه مثلا امر ال 60 دولار فالنفطرة تقدر اضافة فائه بها الطريقة اضافة كارد جديد مثلا تقدر تضيف كارد من جوجل بلاي مثلا تختار اسمه باللغة العربية من بعدها نحن لا نختار بس كمثال تقدر تدخل الفائه و تجيك هنال المعلومات تتأكد من الصورة و تدويس حفظ اوكي فائل اي في حال تلاح من هذه الحركة. تقدر منها نظافة admin. تقدر تغير اسم admin. تبلش تضيف admin. تقدر تغير صلاحيات الادمنية. وتقدر تحذف admin. يعادة تغير صلاحيات الادمنية. طبعا ما يصبح غير منها. يعني يعني احنا ما يريد خارق لها خارقية كيف يسوي كشة. اضافة كارد. اضافة كارد. اضافة كارد. اضافة كارد. هنا اضافة كارد وانا هذا. صار true عليه. فحفظ. عاليا بعد هو بس يقدر يسوي هذه الشغلات اللي اهل يحدث الصلاحيات. بالنسبة اضافة admin بعد عدك اسم admin. تقدر تطف من اسم admin. مثلا. محمد. اوكي. تقدر تطف الادمن من هنا. الادمن تحصل. هو اكيد لازم يكون عدمن عطو. في بالبوت. فتاخذ الادمن من العرض العرضة. تقدر تحصل الادمن. ومن هنا بعدين تحدث صلاحياته. فحليان ما عدي في الادمن معين. فما لا اضافة admin. تقدر تطف من هنا. تختار بس admin تريده وتحذف. زين. اه. بجع انتباه من حذف العاد من الهم من. يعني كل شي بحذف انتباه. رسال رسالة للجميع. تقدر مثلا. مثلا. هنا دروس. حلو. شبع. راح تنتظر سلل الكل. يقول لك ارادة 13. اوكي. ارادة 13. يعني هذول اللي ما مترسلوا هي البوت. او ادو مشكلة او الاد. ما لا تم خطأ. فما تقدر تجزم رسالة. اه. والاوكي 13 يعني. الرسالة وصلت لثلاثة شخص. فهذا البوت احضر بالاضافي. هواي عادة. فليهذا. الاوكي قليل من الناس. انجد نسوي نسوي ساحب معلومات زبانين. وساحب الكارتات المشترات. مثلا ساحب الكارتات المشترات. هذا الكارت. تقدر بس. تروح تطيف ل. و تفتحه و ينفتح الفايل الكارتات اللي يشترون زبون يعني في حال إذا إجابك زبون يقول لك هذا ما وصل لرصيد تقدر تفتح للكارتات و ترى رصيد إليه و تدسلها حسب اللي هو الكارت ماتة تدسلها بشكل يدوي كصورة إليه في حال إذا عائل الطوارق في حال صرت مشكلة عندك أننا نسحب معلومات زبائن فننتظر شويه هذا نزل يالك على شكل أكثر معلومات زبائن على شكل أكثر نقدر نفتحه شوف هذا لكل الزبائن الموجودين يام على شكل أكثر أوكي بعد ما كوشي كوشي شرح تمام شكرا على المشاهدة حسنا شكرا على المشاهدة